يرون أنفسهم أكثر من مجرد متطوعين لتنظيف مؤسسات التعليم العمومية بل يوجهون رسالة تربوية للطلاب بأهمية نظافة المدارس والحفاظ على وجهها الحضارية أيام قليلة قبل افتتاح العام الدراسي الشديد تحاول الحكومة بأشغال التنظيف أن تضمن عودة دراسية آمنة للطلاب طلاق هذه الحملة في ولاية مكسوط الثلاث وتم طلاقها طريقة تعبر عن كثير من الجدية وظهر فيها حشد كل أسرة تربوية وانخراطها فيها بطريقة تعبر على الجاهزية الافتتاح إن شاء الله بلغة مستوى لمطلوب أكثر من أربعة آلاف مدرسة في موريتانيا ستشملها أعمال التنظيف حسب وزارة التعليم فيما يقول خبراء التربية إن البنية التحتية المدرسية تحتاج إلى مختبرات وإصلاحات حقيقية أكثر من مبادرات التنظيف لا يمكن أن تترك الأمور دائماً لهذه المبادرات هذه مبادرات جيدة لكن يجب أن يكون هناك تخصص يجب أن تكون هناك مسؤوليات محددة تحديد هذه المسؤوليات هو الذي يمكن أن نمر من خلاله إلى حل هذه المشاكل والمعضلات في الاكتراض وفي عدد الفصول وحتى في نوعيتها وتواجه الحكومة الموريتانية عجزاً في عدد الفصول الدراسية ما أخر إطلاق المدرسة الجمهورية التي تعهد نظام الحالي بإنشائها بالنسبة للمباني أيضاً في تعحد ببناء العديد من الوصول المدرسية وفي الجهود بالضافر بشور وزارة الإسكان تبني ومشروع التهريب يبني والوكالات كاملة تبني إياك يكان ذاك العز الخالق في الوصول الدراسية يقل يقلق منه شيء إذن الجهود بالضافر إياك تعود المدرسة الجمهورية موجودة وأخضعت السلطات خلال العام الماضي أكثر من 3500 مدرسة لأعمال الصيانة في محاولة لمواجهة العجز القائم تقول الحكومة أن أكثر من 60% من المدارس العمومية كانت تفتقر إلى المرافق الصحية والأسوار ورغم ما تقول الحكومة أنها حققت ينتظر الشارع الموريتاني ما ستحمله بداية العام الدراسي الجديد بعد النتائج المتدنية خلال العام الماضي محمد ناشي قناة الغد نواك شوط ترجمة نانسي قنقر